السلام عليكم ورحمة الله تحيين أو تطهير ملف منحة البطالة بالنسبة للمستفيدين منها هذا الإعلان نشر مؤخرا في الفيسبوك خاص بالمستفيدين من منحة البطالة والذي يقول تعتزم الوكالة الوطنية للتشغيل القيام بعملية تحيين ملفات يعني إعادة تطهير ملفات منحة البطالة وتهدف هذه العملية إلى تحيين وضبط وضعيتهم الشخصية والمهنية مع إمكانية اقتراح فرص للتوجيه في مناصب عمل ولهذا غرض سيتم دعوة المستفيدين من منحة البطالة من خلال إرسال رسائل نصية في هواتفهم يعني يبعث لكم نساج مشيت رحو ثمه حتى يبعث لكم رسالة اسمس للحضور إلى مقارات الملحقات المحلية لتشغيل التابعين إقليميا لها لإجراء مقابلة مع مستشار التوجيه أو التشغيل مصحوبين بهذه الوثائق بطاقة الهوية وثائق تثبت تغيير وضعية المستفيدين بعد الاستفادة مثلا الخدمة الوطنية العنية للعسكر بنسبة للذكور الحالة المدنية يعني لكين ما هوش مززوجون بعد الزوج مثل شهادة تكوين التأهيل في إطار جهاز منحة البطالة وثائق أخرى رح تكون مطلوبة على حساب كل شخص بالنسبة للمتزوجين بطاقة تعريف البيومترية الخاصة بالزوجي وزوجة أو عقد إزدياد للذين يملكون بطاقة تعريف الورقية هام جدا حضور المعنى إجباري ولا ينوب عليه أي أحد في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ إرسال الرسالة وفي حالة عدم الحضور في الموعد المحدد سيتم تعطيل منحة البطالة باختصار شديد باللغة العامية يعني هذه رسالة مشاهرة سترسل للناس كامل ستصل فقط لبعض الناس التي تبدلت وضعيتهم الاجتماعية لوصلات رسالة نصية مشاهرة رسالة التكوين أو رسالة استدعاء العمل إلى آخره وهي رسالة خاصة بتحيين منحة البطالة لازم تتقربوا إلى الوكالة الوطنية لتشغيل تحكم أتابع لمقر إقليمكم في أجل لا يتعدى يومين يعني 48 ساعة ترجمة نانسي قنقر